قال حكيم أرضع إياك أن تخسرهم في حياتك من أسعدك وأنت مهموم ومن ناصرك وأنت مغلوب ومن تحملك وأنت غاضب ومن دافع عنك وأنت غائب أسأل الله مالك الملك في هذا اليوم أن يغمركم بنعيم الإيمان وعافية الأبدان وأن يرزقكم صباح المستغفرين ومساء الشاكرين وقلوب الذاكرين يا رب أدم علينا عافيتك وتوفيقك وسعادتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جايبا لكم وصفة جديدة إن شاء الله تعجبكم صحية واللزيزة وفي نفس الوقت سريعة ممكن كمان نفرسها في الفريزر لأي وقت نعمل فيها طيب نعرف إيه هي الوصفة هي وصفة بورجر الدجاج بورجر الدجاج طلبتها مني قبل كده وأنا عملت بورجر اللحمة وعملته كمان بطريقة بسيطة جدا شوفوا اللينك بتاعه هسيب لكم اللينك وتشوفوا إن شاء الله إن شاء الله بيعجبكم اليوم إن شاء الله بعملكم بورجر الدجاج على طريقة سهلة وبسيطة وصحية إن شاء الله يلا نشوف إيه هي مكوناته معايا صدور دجاج لو أنت مش هتعمليه صحي هتحط صدور وهتحط كمان وراك ومعايا التوابل إيه هي التوابل عبارة عن بصل بودرة توم بودرة جنزبيل بودرة بابريكا ملح فلفل أسود بهارات دجاج أو زي ما بيسموها البهارات السبعة عندي كمان فلفل حار للي بيحب اللي هو الفلفل الأحمر الحار للي بيحب الحار عندي معلقة سياسوس عندي معلقة مصطردة أو اللي هي الخردل عندي كمان تلات معالق نخالة اللي هي الردة يعني النخالة مفيدة جدا وحلو لما اندخلها فأكلتنا عندي كمان بيضة عندي معلقة كبيرة من الخل معلقة كبيرة من الزيت زيت زتون أو أي زيت انت بتستخدميه أو بتفضليه يلا نشوف الطريقة مع بعض نبدأ ونقول بسم الله أنا مقطع صدور الدجاج مقطعها مكعبات صغيرة هحطها في الفرامة اللي أنا هفرمها أو الكبة أو أي شي عندك بتفرمي فيه الدجاج وهنزل بي عندي هنزل عليها بالتوابل كل التوابل اللي عندي بضيفها بقى على بعضيها بضيف كمان الملح والفلفل الأسود الجنزبي للبودرة والفلفل الحار إذا حبيته هضيف كمان السياسوس يعني معلقة يعني لو انت حطك كيلو صدور دجاج هتحط عليها معلقة كبيرة معلقة كبيرة كمان مسترضة وثلاث معالق النخالة 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 مفيدة جدا وصحية في الأكلة دي وبتديها طعم لذيذ جربوها بالنخالة إن شاء الله هتعجبكم هضيف كمان البيضة بيضة كاملة ممكن تضيفي بس البيض لكن أنا هضيف الاثنين وهضيف معلقة كبيرة من الخل الخل بيساعد إن الدجاج بيكون سريع بيستوي بسرعة جدا وبيدي مزازة كده وبيمنع كمان زفارة الدجاج لو في زفارة ولا شيء الخل بيخليه ريحتو حلوة جدا وهضيف كمان معلقة كبيرة من الزيت وأفرم طبعا كل الكلام ده كله أنا مش عايزة أفرمه فرم ناعم يعني بس دوري لفة اتنين تلاتة خلاص كفاية مش عايزة فرم ناعم جدا لا بتكون كده شكلها أحلى وطعمها حل شايفين البابريكا والنخالة بتديها لون حلو جدا بتحسوا ان هي زي زي يعني بورجر اللحمة مش بتطلع فاتح زي الدجاج لا زي بورجر اللحمة شايفين أنا معي قطعة البورجر هحط عليها كيس نايلون كده علشان نفسها ما تتوسخش أو كمان مش ما تتوسخش علشان ما تلزقش فيها وبحط فيها القطعة يا دوبك قد قبضت إيدي بحط فيها قطعة وبروح عملها إيه بروح حطها بقى في القطعة دي وبدوس عليها علشان تاخد الشكل المدور معي لو انت ما عندكش القطعة ممكن تعمليها في أي غطة عندك أي غطة علبة كبيرة غطة جبنة أنا هوريكم كمان طريقة تانية اللي هي بغطة الجبنة المسلسات اللي بنعملها وبدوس عليها بالشكل ده علشان تاخدلي الشكل بس أحسها يعني ما لهاش أي لازمة القطعة دي تحسيها لازم تسويها كمان تاني بإيدك فأحسن شيء لا إما تسويها بإيدك لا إما كمان تحطيها في اللي هي قلت لكم غطع البت الجبنة زي كده شايفين الغطة ده اللي احنا كلنا عارفينه بحط فيه برضو كيس نايلون اللي أنا استخدمته وبحط فيه قطعة من الدجاج اللي أنا أخدته اللي أنا فرمعه وأحطها أديها عندك غطة علبة علبة ورق عينب اللي احنا بنجيبه أي علبة بنستخدمها غطة جبنة أي غطة عندك ممكن كمان تقطعيها بالكباية لو تحبي أو بأي الطعم دورة عندك بتطلع شكلها متناسق احنا أهم شيء أن يعني عايزة شكلها يكون متناسق وحل الأكل بيفتح النفس لما بتشوفه من شكله يعني ممكن يكون الأكل طعمه مش حلو قوي لكن الشكل بيخليك تاكله فيه بس أكيد أكيد البورجر ده بيطلع طعمه فعلا لذيذ جربوه بالنخالة وبالمكونات اللي أنا حطتها بجد بتطلع طعمها لذيذ جدا شايفين أنا عملت خلاص البورجر بالشكل اللي انتو شايفينه ده طيب هعمل فيه إيه دلوقتي أنا لازم أحطه قبل ما أقليه في الزيت أو حتى أدخله الفرن أو في الألاية الهوائية هروح عملاله إزاي هحطه ربع ساعة نصف ساعة هحطه في الفريزر ليه بيخليه متماسك لما انتو تيجي تقليه أو تدخلي الفرن بيكون متماسك مش هيتفتفت معاكي وانتو بتطلعيه يعني مش هيتكسر هتطلع زي ما هي سليمة كده وهتاخد كمان علامات الشيوة لو انت عندك الجريل اللي عليها الشيوة لكن طبعا في الأول وفي الآخر مش ضروري الجريل اللي ما عندوش علشان تاخد علامات الشيوة المهم الطعم بتطلع بجد يعني طعمها لذيذ جدا جربوها على طريقتي إن شاء الله هتعجبكم بروح أحطها في الفريزر ربع ساعة أو نص ساعة وأحمرها وأوريكم شكلها النهائي طيب لو أنا قبل ما حطها الفريزر لو أنا عايزة أحتفظ بيها بقى واشيلها هعمل ايه هروح أحط كل واحدة بورجر هحط عليها كيس نيلون فوقيها وأحط وحدة ورا وحدة وأحتفظ بيهم بالشكل ده في علبة محكمة في الفريزر عندي معاكي بتعود معاكي لمدة 6 شهور زي ما هي مش بيحصل لها أي حاجة بتطلعيها في أي وقت وبتحطيها مثلا في الألية الهوائية أو في الفرن أو حتى تقليها في الزيت بتطلعيها وتحطيها وهي مجمدة ما تفكيش منها التجميد وبكده هيكون معاكي بورجر سريع فأي وقت هتلاقيه إن شاء الله وكده بعد ما مرت نص ساعة طلعتها من الفريزر زي ما انتوا شايفين هي كده شبه مجمدة هعمل إيه بقى؟ هحط الجريل على النار وقاليها شوية أنا مش بحط زيت يعني بحط مثلا معلقة بس كبيرة من الزيت وبقلي بيها الكمية دي كلها بحطها على الجنب ده تلت دقايق والجنب التاني كمان تلت دقايق يعني لحد لما تشوفي إن هي استويت الدجاج إحنا عارفين إن هي مش بتاخد وقت يعني تلت دقايق على الجهة دي وتلت دقايق على الجهة التانية إن شاء الله هيطلع معاكي مستوي مية في المية بحطها بروح علشان ما طولش عليكم في الفيديو بحطها في الجريل وبحط التانيين كمان في القلاية الهوائية وبوريكم إن شاء الله شايفين بيطلع معايا البورجر بالشكل ده أنا قليته في شوية من الزيت شوية بسيطة قلبته على الجهة دي ودي تلت دقايق بس والباقي حطيته في القلاية الهوائية بدون زيت خالص هوريكم من جوه وأنا بقسمه شايفين هو بيكون فعلا فعلا جوسي جدا يعني بتاكله أحلى بورجر وبطريقة صحية وإحنا متطمنين كمان أحسن من اللي أولادنا بيجيبوه من المطاعم أو حتى بيشتروه من البوفي فده أضمن لنا إن إحنا نعمله في البيت طريقة حلوة وجوسي جدا جدا طعمه بجد يجنن يعني جربوه بالطريقة دي صحي ولذيذ ويعني كفاية إن إحنا عاملينه في البيت ضمنين نظفته تقدمه لهم بقى مع بطاطس يتحط مع مكارونا يتحط مع بطاطس بيوري بيطلع يعني فعلا فعلا لذيذ أتمنى أن أنتوا تجربوه ويعجبكم إن شاء الله جربوه على طريقتي وقولولي إيه رأيكم في الكومنتات طيب لو أنا عايزة أعمله مثلا يكون فيه ريحة التدخين اللي هو الفحم زي ما يكون بورجر على الفحم هعمل إيه بعد ما بقلي البورجر بروح جايبة شوية زيت سخنين وطبعا الفحمة بكون مسخناها جدا وأحطها على جنب البورجر وروح مطفيها بشوية الزيت السخنين وأغطي عليها لمدة ربع ساعة بكده هتاكلوا بورجر على الفحم طبعا بيطلع نتيكتو يجنن صحي ولذيذ من غير ما احنا نشوي على فحم ولا شيء بيطلع طعمه لذيذ جدا جربوه على طريقتي وقولولي إيه رأيكم لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك واشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد أنزله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة